السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة ccnb ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الطبق الجديد في السويتشنج قبل ما نبتدي لو لسه مشتغطش في القناة اشترك فعل زر التنبيهات اعمل لايك وتشغل الفيديوهات وما تسنساش تدعيل دعوة حلوة بسم الله هنتكلم على ايه النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها فيلان رانكنج بروتوكول تمام هو مبدأين سيسكو بروبياتورو بروتوكول يعني هي سيسكو اللي مختارعها فكرته الاساسية ان هو عشان يخف عليك الحمل بتاع انك تكرية الفيلانات على السويتشات عن طريق ايه ان انت بتكرية الفيلانات على سويتش واحد بس ايا كان عدد الفيلانات اللي انت محتاجها وهو بيبتدي يبعادها لكل السويتشات باسماءها بحيس ان هو انت تلاقيها مثلا لو انت عندك التوبولوجي ميت سويتش لا هي ميت كاريته على الميت سويتش بتكرية باسماءها طبعا البرتق الصايم منت بقى لا هنا بيختلف يعني لازم انت تخش على كل سويتش ستيل وتحط البروتات في الفيلانات اللي انت محتاجها تمام طيب علشان يعمل كده بيعرف كزا رول للسويتشات في 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 اللي هو في لان ترانكينج بروتوكول فالسويتشات ليها كزا دور في القصة ديت علشان تقدر ان هي تعمل الشغلانة دي في سويتشات بتبقى شغالة سيرفر سويتشات بتبقى شغالة كلاينت وسويتشات بتبقى شغالة بتبقى شغالة اف طيب اول حاجة سويتش لشغال سيرفر سويتش لشغال سيرفر دوت ده مسؤول عن والموديفكيشن بتاعة بتاعت الفيلات. هما كل كل بتبقى شغالة مع بعضها في حاجة اسمها VTB domain. الفي تي بي دومين دوت اي سويتش بيبقى نفجرد عليه بيقدر ان هو يتكلم مع السويتشات البقية بالفي تي بي. والفي تي بي دومين دوت بيتعرف باسم. فانت بتقدر تكاريت الفيلانات على السيرفر تقدر تعدلها وتقدر تمسحها من على السويتش اللي هو بيقاكت ازا سيرفر دوت. طيب. هما في النهاية كل دولات سويتشات سويتشات او السيرفر او الترانسبيرانت كلهم سويتشات. سويتش الترانسبيرانت دوت شغلته الوحيدة انه يسمع للسيرفر. وما يقدرش انه يكاريت ولا يمسح ولا يعدل اي في لان من عنده يعني كل حاجة لازم تتعامل من على السيرفر. طيب. السويتش الترانسبيرانت. سويتش الترانسبيرانت دوت سويتش مالوش دعوه بالسيرفر ولا ملوش دعوه بالتلاينت واسويتش مستقل بذاته يقدر يعدل الفيلان علىه وفي نفس الوقت ما يقولهاش لحد يعني السيرفر بيقدر يعدل عليه وبيقولها لتلاينت لقى الترانسبيرانت ده شفاف في النتورك كأنه مش موجود اللي يقدر هو يعدل الفيلانات عليه هو نفسه تمام ويمسح الفيلانات من عليه من غير ما يقول لحد عليها طب وهو فايدته ايه يعني انا حطه ليه اصلا ساعات انت بيبقى عندك مسلا التوبولوجي مسلا مسلا بالشكل دوت ودوت سيرفر دوت شغال سيرفر ودوت شغال كلاينت وفي سويتش ما بينهم في النص السويتش دوت لو مش داخل في الفيتي بي فبالتالي الابديت اللي بيجي من السيرفر بالفيلانات مش هيعدي للكلاينت وفي نفس الوقت انت السويتش اللي في النص دوت انت عاوزه يعدي الابديت بس انت مش عاوزه هو نفسه يستخدم الابديت يعني انت عاوز عليه فيلا نت معينة مختلفة عن البقيين فساعتها بتعمله ترانسبيرنت ترانسبيرنت اللي هو شفاف فهو بيعمل ايه ياخد الابديت يزيعه من السيرفر للكلاينت بس هو ما ياخدش الابديت عنده في الداتاباز يعني الفيلانات بتاعته بتفضل مستقلة بذاتها بتفضل لوكالي عنده سويتش الوف اللي هو اصلا ما عليهوش فيتي بي خلص تمام كده؟ ده عادي بقى زي اي سويتش تقدر تكون فيجر عليه الفيلانات بتاعته من غير مشكلة الفيتي بي منه تلاتة فيرجانز الفيرجان الاولاني ده الديفولت الفيرجان التاني هذا الليميتد بروباجيشن تو فيلانز الفيرجان التاني فيه تحديثات بس الاهم انه هو بيشتغل على الفيلانات الستاندرد رينج بس من واحد لألف وخمسة فيتي بي فيرجان ثري بيشتغل على الفيلانات من واحد لأربعة تلاف أربعة وتسعين اللي هو كل العنج بتاع الفيلانات فيتي بي سابورتس هافنج ملتبول فيتي بي سيرفرز ان دومين يعني ممكن يبقى فيه اكتر من سيرفر في الدومين تمام كده؟ السيرفرات دي تقدر تأبديت بعضها زي ما هي بالزبط تقدر كمان تأبديت الكلايات في العادي في فيرجان وان وطو تقدر تخلي الاتنين سيرفر وهما الاتنين يأبديتوا بعض في فيرجان ثري لازم تحدد واحد منهم يبقى برايمري تمام كده؟ ده اكباري طيب ايه بقى انواع الكميونيكيشن او ايه انواع المسجز اللي بتشتغل على الفي تي بي الفي تي بي بي بيستخدم ملتي كاست ادرس بيبعت على الترانك لينكس عشان يادفرطايز الفيلانز بتاعته اللي هي من على السيرفر للقلايات في عندي نوع كوميونيكيشن اسمها ساماري الساماري دي بتحصل كل 300 ثانية او لما فيلان بتضاف او لما بتتمسح او لما بتتغيه يعني لو حصل حاجة جديدة فديت معنا لو ما حصلش حاجة فها بتتباك كل 300 ثانية يعني كل خمس دقائق بيبقى جواها ايه الفي تي بي فيرجن الدومين الكونفجريشن ريفيجن نمبر وده هنشوفه دلوقتي ويه الطايمستام بتاع المسج ديه طيب فيه مسج التانية اسمها سابسيت المسج ديه بتتباك بعد ما بتتغير تمام وبتحتوي على كل الانفورميشن ديت بعد ما بتتغير بتحتوي على كل الانفورميشن علشان السويتشات يغيروها عندها يعني ديت السامري هي بتتباك كل 300 ثانية او لما حاجة بتحصل ديت بيبقى فيها سامري كده عن الفي لا نات بالفي تي بي فيرجن بالدومين بالرفيجن نمبر مفيهاش سوري مش سامري عن الفي لا نات هي سامري عن الفي تي بي نفسه بس ما فيهاش الديتيلز بتاعت الفي لا نات السابسيت هي اللي فيها الديتيلز بتاعت الفي لا نات وفيه كلاينت ريكويست ديت بتتباك اذا ريكويست من الكلاينت يعني الكلاينت بيطلب بيقول لي ابعث لي مور بتيلز سابسيت ادفيرتايزمنت طيب ديت بتحصل امتى لما سويتش جديد يي جوين النتورك هو بيوبزير في السامري جاية وفيها ريفيجن نمبر ريفيجن نمبر ده جماعة هو رقم الابديت يعني اخر رقم للابديت وده انكرامنتل كل ابديت جديد بيزيد كل سابسيت جديدة بيزيد فهو ادريت سويتش داخل جديد خالص الكونفيجراشن ريفيجن نمبر عندهم مفروض انه يبقى صف لقى انه جايله سامري ان الكونفيجراشن ريفيجن نمبر هو عشرة فيقوم باعت يقول لهم يا جماعة لو سمحتوا يبعتولي بقى الابديتس ديت بقى السابسيت ديت الجديدة علشان انا الابديت اللي عندي قديم فيقوموا باعت انهولوا فيه السابسيت ابديت يعني دوت الابديت ودوت ريكويست تمام طيب الكونفيجراشن بقى كونفيجر ازاي الفيتي بي اول حاجة الفيتي بي فيرجن هتعمله بالكومند بتاع الفيتي بي فيرجن اه وان ولا تو ولا ثري اوكي ده اول حاجة طيب تاني حاجة فيتي بي دومين وهتكتب اسم الدومين اوكي طيب تالت حاجة نوع السويتش فيتي بي مود سيرفر ولا كلاينت ولا ترانسبيرانت ولا نون باي ديفولت سويتش فيتي بي سيرفر واوبشنال ممكن تحط باسورد والباسورد ديت بتبقى ام دي فايف انكريبتد بال ام دي فايف اوكي باسورد ديت طبعا لازم تكتبها على كل السويتشات طيب خلينا كده نشوف مثال ادي مثلا ثلاث سويتشات عندنا سويتش وان تو ثري فسويتش وان جيت كتبت عليه فيتي بي دومين سيسكو بريس فيتي بي فيرجن ثري فيتي بي مود سيرفر فيتي بي باسورد وهي دي نفسها الباسورد وفيتي بي برايماري علشان يبقى هو البرايماري سيرفر خلي بالك فيتي بي برايماري بتكتب من على البريفلج مود طيب هيجي على السويتشين بقى الثانين او الثلاث سويتشات الثانين فيتي بي فيرجن ثري الدومين سيسكو معين نخلي بالك ان الدومين فوق كان سيسكو بريس هيبقى دي غلطة دي غلطة ومفروض الدومين يبقى كلهم في نفس الدومين ماشي سوري لا بس اتمنى ايوة ايوة طيب والمود هنا الباسورد هي نفس الباسورد بعد كده مفروض نفس الدومين نيم ده هيبقى ترانسبيرانت وباسورد فده سويتش دوت بالتحديد اللي هو سويتش ثلاثة هيبقى عليه اس لوكال اون فيلان داتابيز مالوش دعوة باللي البقين دولت بيبعتوه لكن بيفروض بس المساجات والرابع دوت اللي هو سويتش ستة هيبقى كلاينت برضو طيب L status ده بقى اللي بعرف منها الشو اللي بعرف منه ال VTB ايه اخباره او ايه configuration بتاعه فاول حاجة بقوله شو VTB status فبيقولي ان السويتش دوت كيبابل من واحد لثلاثة وهو دلوقت تشغل على version 3 وادت domain name Cisco ال operating mode هنا بعمل على switch 1 ال operating mode server عندي خمس VLANات ومعنديش حاجة من extended range يعني دوت ال standard range عندي خمس VLANات وال maximum supported 4096 configuration revision بواحد تمام طيب وهنا بيقولك بقيت الحاجات ديت مش covered يعني في الكورس دوت وهنا هو قاله شو VTB status وفلتر بقى بشوية حاجات include 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 الكلمات ديت يعني هاتلي الكلمات ديت في الشو version run اهو version 3 operating mode client revision number 1 و VTB operating mode الاثنين transparent لأ ازاي اه لأ ده شو تاني وواضح انهم لخبط الشوهات مع بعضة ما ينفعش السويتش يبقى يعني client و transparent مع بعضه وبيبقى حاجة واحدة طيب هاجي هنا بقى على السيرفر اعمل ايه هكريت VLANات هقوله VLAN 10 name PCs VLAN 20 voice VLAN 30 guest انا كده عملت ايه update update فبالتالي هتلاقي revision number ابتدى يعلم ليه لانه عمال يبعد subset update عمال يبعد subset update تمام طيب هاجي هنا بقى على السويتش ستة اللي هو كان client هلاقي الفيلانات فعلا الكريتت بقى اسمقها طبعا مش هلاقي برطات فيها لازم انت تخش على كل سويتش الوحده تكريت عليه او تقصين البرطات عليه تمام يبقى ده كده ال VTB اللي هو VLAN Drunking Protocol لو عندك ايه اسئلة اكتب هالي تحت فيه comments تنساش تعمل subscribe للقناة وتعمل like و share للفيديوهات وتدعيل دعوة حلوة شكرا سلام عليكم